بسمه تعالى الجلسة الاعتيادية رقم 37 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 12 أيلول عام 2023 قرر مجلس الوزراء اعتماد التوصيات الواردة في محظر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة وأخذ المسار الرابع بشأن الفقر واو بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات وإضافة الفقر الرابع إلى التوصيات العامة وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم فيما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي استرشاداً بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء المرقم 301 لسنة 2021 والقرار المعدل له المرقم 23174 لسنة 2023 وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية نظراً لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة وفي ملف القطاع النفطي قرر مجلس الوزراء استثناء شركة مصاف الجنوب التابع إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين خمستالاف وميتين وثلاثة وأربعين وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها وخمستالاف وميتين وتسعة وثمانين استشاري وحدة الأزمر بحسب الآتي التعاقد مع شركتي يوكو جاوا وهي تاشي لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء وشركة أنروموف لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه بأسلوب العطاء الوحيد لكل منهما استثناء من أحكام المادة 3 سادساً كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي قبل سحب العمل منه ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفاً في مراحل الإنجاز النهائية التعاقد المباشر مع شركتي يو أن آي أس الشيكية وشركة يو أو بي الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمر استثناء من أحكام المادة 3 سابعاً التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية استثناء من أحكام المادة 3 الخاصة بأساليب الإعلان والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكور آنفاً قرار الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم واحد لسنة 2008 استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بموجب الأمر رقم عشر لسنة 2005 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأدوية أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم 23183 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 23128 لسنة 2023 المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية بحسب الآتي تعديل التعرفة القمرقية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار 0.5% والقطاع الخاص لتصبح بمقدار 0.4% قرار قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعليم الجامع الحكوم الخاص الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة على أن لا تزيد النسبة عن 10% من إجمال القبول وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق قرار وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ 3 مليار دينار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق لمعالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء استناداً إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب ومن تخصيصات احتياط الطوارئ استناداً إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 شكراً